في لقاء عقد في بطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية اجتمع بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس مع السفراء والقناص للعامين وممثلي البعثات الدبلوماسية للتباحث في قضايا تصدي للتحديات التي تواجهها الأراضي المقدسة مع اقتراب موسم عيد الميلاد المجيد وخلال اللقاء حث غبطة البطرياركث أفلس الثالث على وقف إطلاق النار في غزة مشددا على ضرورة حماية المدنيين الأبرياء والمؤسسات الدينية والمدنية التي يلجأون إليها بما في ذلك دور العبادة من مساجد وكنائس وعبر غبطته عن تخوفه إزاء التحديات التي يواجهها المسيحيون في الأراضي المقدسة مشددا على أهمية الحفاظ على الأحياء المسيحية لضمان تعايش سلميا للجميع كما أعرب عن تمنياته بعدة سريعة للهدوء والاستقرار من خلال وقف إطلاق نار فوري في قطع غزة ومن جهته تحدث غبطة الكاردينال بير باتيس سابت سبالة على الظروف المأساوية في غزة مشددا على أهمية دعم المدنيين في القطاع المحاصر كما ناقش رؤساء الكنائس الضغوط التي تواجهها كنائسهم لتغيير مناهجها إلى منهاج إسرائيلي وقضية الضرائب البلدية الإسرائيلية على ممتلكات الكنائس اشتركوا في القناة